كما أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري رفض الطائفية والظلم وأعلن أن هوية الوطن مصرية لا تقبل التبديل وخلال كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو أكد الرئيس السيسي أن يوم الثلاثين من يونيو من عام 2013 بدد ظلمة الطغيان وأنار الطريق أمام السائرين شعب مصر العظيم أن للتاريخ أياماً لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل وتبدد ظلمة الطغيان تنيري الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم الثلاثين من يونيو عام 2013 حين انتفد شعب مصر العظيم ثائراً على من أراد اختطاف وطنه رافداً للظلم والطائفية والاستبداد ومعلناً بصوت هادر ملاء أرجاء الدنيا النهوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل اختطاف أو التبديل أعلن الشعب يومها أن مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا ترجمة نانسي قنقر